تمانا لو جيت سألتك مسلا فيه هل انت مكنت توقع عام امير ان في لعب من مصري يلعف ديه مش يلعب ياخد جايزة احسنها في العالم تقول علي انت مجنوم بالزبط بالزبط والنهاردة الحمد لله تشوف محمد صلاح هو ربنا وقف هداف الدولة الانجليزية ثلاث سنين هداف الدولة الانجليزية ثلاث سنين وعدين ده ايه ده واقع احصل عيب العالم بتحطي دلوقتي مع نجوم العالم الكبار مكننش نحلم بكلام بالزبط بالزبط فهو الراجل كان كلامه كله احلم احلم ووسع انك انت بالزبط بس هل هي خلي بالك برضو العقليات برضو بتفرق برضو انت فهمني لكن هو هو كل كلامه كده وزي ما انت عدت لك انت بتأكد كلام الوقت اللي ما كانش فيه حد يحلم اللي فيه لعيب مصري يوصل للعالمية زي محمد صلاح صحيح لقطة تاريخية انك انت تشوف صلاح مع بنزيمة ومع يورجون كلوب ومع انشلوت واللي انشلوت يطلع في المؤتمر الصحفي يتكلم على صلاح بالزبط ويرجون كلوب يتكلم على صلاح وبنزيمة يتكلم يرد على صلاح يعني لأ يعني بتتكلم في ناس في رجل ما هو اللي فرق يا كابتن اللي الراجل ده عمضة ايه الصورة ايه يا كابتن امين بالزبط فهو اللي زي مرتفع ماشا الله ربنا يحميه والله انا يعني انا اتمنى يا كابتن طاري برضو يمكن انا شفت برضو الراجل هو اللي بتاع توتنهام اللي هو اه اقتصم الجائزة مع محمد صلاح صول اه لما نزل مناطر بلده دول عملو له احتفال لو شفت كبير جدا كبير جدا اه نتمنى لمحمد صلاح ربنا يكرمه في النهائي ولازم الراجل ده يتكلم تشفت الراجل الكوري اللي عمله زي عارف انت يعني مش يعني 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 بيحييي كده انحنى بيحيي صول يعني احتراما برفع عليك احتراما له واحتراما للتاريخ اللي بالزبط ان هو مجرد ان هو كان هدف دور انجيز السنة بالزبط فنتمنى اللي لازم يحصل له احتفال حاجة محترمة اللي بصراحة بعد اللي هو عمله ده نتمنى يعني يعني نتمنى من الاتحاد الكورة طبعا والسلس جمال علامه وكل والربطة ناس كلها يعني على مستوى عالي جدا من الثقافة ان هم يعرفوا صلاح حقيقي امتى بعد ما يخلص المباراة طبعا هيبقى ان شاء الله واخد دور دور ابطال هيبقى واخد احسن ناعب واخد واخد كاس انجلترا لا يعني بتكلم في احاجات لازم يقابل يعني مش عايز اقول ملوك لكن هو اصبح سفير فوق العادة لمصر طبعا في اوروبا بالتأكيد كل التحيات والعرب طبعا اكيد كل التحيات لصلاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة